قبالك في بداية الحلقة ذكرتها إنه إحنا منتنسنا زي ما قلت لي كويس؟ ده نوع من التربية بخليك إنك تحتمد على نفسك نعم وفي حيات كثيرة قبل التعليم هي بتفيدك في حياتك الآنية نعم بتخليك اجتماعي بتخليك كده في حيات كثيرة إحنا ناكسانة في التعليم نعم قبل التعليم نعم فدي هي دي البدعيننا لأنه أنا بطلع من بيتنا من نطاق ضيق جدا كده باستضم بعالم تاني باستضم بمجموعة من الناس باستضم بمجتمع كامل نعم طيب هو يشوف المسر بتاتى الأسرة للأسرة دور كبير جدا الأسرة دور كبير خالص خالص يعني نقول إنه في هذا الولد الصغير اللي ولد في أسرة ذات بيئة تهتم بالعلم والمعرفة والتحصيل وفي مكتبة وهو بيشوف أمه بتقرأ وبيشوف إخوانه كذلك يعني يقرؤون يعني هذا طبيعي طبيعي جدا أنه يطلع مهتم بالكتاب وبالمعرفة وكل شيء أنا أذكر ولدي عمر ربنا يحفظه إن شاء الله أذكر لأنه كل البيت كان مهتم بالقراءة وكذا وهو عمره كام ثلاث سنوات فكان بيستلقي على السرير نعم وبيمسك الكتاب بالمقلوب طبعا نعم التقليد الأعمى للكبار باعتبار أنه يعني يقرأ نعم شو كيف ففعلا أنت يعني وينشأ ناشئة الفتيان منه على ما كان قد ألم أبوه أبوه نعم شو كيف فالبيئة المدرسية مهمة جدا أنا أمي ربنا يطول في عمرها إن شاء الله معي أن أمية لم تقرأ ولم تكتب ولكن ليس هناك من وقف بجانبي أكثر منها على الإطلاق كانت تشجع كانت توفر كانت يعني تفعل ما بوسعها الأساس أنه تهيئ لي كانت مدركة أي مدركة بأهمية التعليم بالضبط